السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد سامي بروكر ايجيبت ان شاء الله النهاردة يكون معنا تختية كاملة الفيلا داخل كنباوند في الشيخ زايد كنباوند جراند هايتس الشيخ زايد قدام مدخل 4 على طول ان شاء الله الفيديو يعجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان نوصل لأكبر عدد من الناس وكمان عشان تقدر تتابع كل جديد بنزله الفيلا عبارة عن مساحة ارض 365 متر مبنى على مباني 300 متر بحري بالكامل وهي عبارة عن تاون هاوس كتير بتميز الفيلا بتاعت النهاردة واهم المميزات اللي فيها ان هي اقل من تمانها الحالي ب700 الف جنيه وده لسرعة البيع مش اكتر الفيلا معروضة باقل من تمانها الحالي ب700 الف جنيه وده طبعا يعني ممكن تراجعوا ورايا وراكرا من اللي انا بقوله دوت من سعر الشركة حاليا او من الناس العرض للبيع نفس المساحة حاليا عرض السعر بكام فرق 700 الف جنيه ما بين سعر الفيلا دي وسعر اي فيلا بنفس المساحة ونفس التشطيع احنا دلوقتي على مدخل الكمباوند زي ما حضراتكم شايفين في فيلا الكتير على ايدنا اليمين وعلى ايدنا الشمال والمنطقة سكنة بالفعل وفيها فيلا الكتير سكنة طبعا احنا دقايق من مول العرب وميدان جوهينة وماونتين فيو مشاريع كتير جدا قريبة من المكان هنا فده بيدي المشروع بتاعنا امتيازية خاصة احنا دلوقتي دخلنا المنطقة اللي مفروض الفيلا التاون هاوس موجود فيها تمام ده كده الفيلا اللي موجودة في نفس المنطقة مفروض الاستلام ان شاء الله هيكون خلال شهرين بالكتير احنا كده واقفين قدام الفيلا مفروض ان انت هتستلم تشتيب الترا سوبر لوكس تشتيب كامل 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 مش مقاس اي حاجة يعني على الفرشة على طول دي كده الحديقة الامامية للفيلا مفروض ان احنا نطلع 3 درجات اول حاجة بنقابلها هنا على ايدنا اليمين بنلاقي مطبخ وحمامه على ايدنا للشمال غرفة للناني دي اللي مفروض ان احنا هننزل لها لتحت تمام طبعا زي ما انت شايفين التشتيب لسه جديد يعني مفروض ان انت هتستلم اول سكن وهنا على ايدنا اليمين في مطبخ وحمام ده المطبخ وجنبيه الحمام وهنا طبعا ده الريسبشن زي ما حضراتكو شايفين ده كده الريسبشن تمام ريسبشن بتاع الفيلا واللي منه بنطلع على الجاردن الخارجي الخلفي للفيلا اللي احنا ممكن نستخدمه كذا استخدام ممكن يكون جاردن بس زي ما فيه كذا فيلا عاملة كده تمام وفيه كذا فيلا تانية مستغلة المنطقة ديت وعملة فيها حمام سباحة بالكامل تمام بالاضافة لان هي كده كده في الجنب حديقة اخرى للفيلا يعني دي كده الحديقة الخلفية ولها برضه اطلالة بانوراما على الفيو بتاع الفيلا من الخلف ده كده الحديقة الخلفية الجانبية للفيلا ومن هنا المكان اللي هي بكون فيه حمام السباحة بيكون فيه اطلال الغرف النوم من فوق البالاكونة على المكان دوت فممكن يتعمل جاردن ممكن يتعمل فيه حمام سباحة على حسب اختيار العميل يعني والعميل هو اللي ممكن يختار ايه انسب حاجة ليه ممكن تكون في المكان ده زي ما حضراتكو شايفين ده كده هنطلع دلوقتي نشوف التأسيم الداخلية للفيلا زي ما حضراتكو شايفين اعمال التشطيب بيتم العمل فيها باحتس انواع السلالم زي ما حضراتكو شايفين من الرخام ودي نحنا دلوقتي حاليا بنكمل مواضيع التشطيبات يعني ان شاء الله في خلال شهرين هيكون التسليم النهائي للفيلا تمام ده كده الدور الاول العلوي تمام هي الفيلا عبارة عن دور ارضي ودور اول وروف ده كده الدور الاول العلوي هنشوف دلوقتي بيتكون من كم غرفة بحمام دي كده غرفة اولانية مساحتها كبيرة جدا مساحتها كبيرة جدا ده كده الفيول الامامي للكمباوند طبعا كل دوت هيكون خلصان في خلال شهرين هتستلموها زي التقسيمة بره الخارجية للمكان يعني وده الحمام الخاص بالغرفة المصدر بداياتا بنخش على دريسنج بعد كده على الحمام الخاص على طول وهنا في الجزء ده بقى كده المفروض ان احنا بيبقى فيه ليفينج كبير تمام ليف يو جانبي من الفيلا على الجاردين وبيجيب برضو الجاردين اللي ورا تمام وبيقت المشروع تمام الدول الاول هنا عبارة عن ثلاث غرف فيهم غرفة واحدة بس مصدر وحمام وطبعا الدريسنج اللي برا دي كده الغرفة التانية طبعا الفيو بتاعها برضو روعة مفروض يعني بعد اكتمال المشروع يعني الحاجات دي هتبقى شكلها جميل جدا والفيو بتاع منها هيكون كويس جدا ودي كده الغرفة التالتة وفيه هنا البلكونة الخاصة بيها البلكونة بتاعتها كبيرة جدا وبيجيب الفيو الخلفي بقى اللي انا قلتلكو عليه يعني الفيو الخلفي للفيلا اللي هو بيجيب حمام السباحة والجاردن الابر بعد كده هنطلع فوق عندنا الروف الروف عبارة عن غرفة واحدة بحمام والدور الارضي احنا برضو معانا في غرف اتناني ورسبشن كبير ومطبخ وحمام دلوقتي احنا هنطلع على السلم السلم زي ما حضرتكو شايفين رخام بالكامل ومن اجود انواع الرخام كمان ده كده الروف فيه غرفة وحمام طبعا هنا الهوى يعني مش عايز اقول له حضرتكو طحفة لان هنا الفيلا مزيتها ان هي البحري بالكامل واكيد واضح يعني ان هنا فيه هوا حلوين جدا بسبب ان الفيلا كلها بحري وبيخشها الهوى والشمس من كل حتة هنا الحمام اللي فوق اللي في الروف زي ما حضرتكو شايفين يعني فيه كذا صناعة يشغال في المكان يعني مش واحد بس او اتنين لان عشان نلتزم بمعادة تسليم اللي هو مفروض ان شاء الله كمان شهرين ده كده الفيلا ده كده الفيلا من الروف فوق زي ما حضرتكو شايفين بيطل على مجموعة فيلال ماونتين فيو جنبنا هنا على طول ما بيننا وبينها ديتين يعني على مرمى البصر وطبعا حضرتكو عارفين اسعار ماونتين فيو كام فبمقرنة بمسار الفيلا اللي هيكون مفاجئة بالنسبة لكم يعني حاجة بسيطة دي كده الجنيان الخلفية لبعض الفيلا الجنبينة في ناس عاملة جاردن زي ما حضرتكو شايفين وفي ناس مستغلة المنطقة دي في حمام سباحة على حسب الاختيار الخاص بيك يعني انت قادرة هننزل دلوقتي هنصورها من تحت بحيث ان حضرتك تشوف يعني المساحة تنفع معاك او لا يعني ده على حسب اختيار حضرتك ادي هنا الجاردن الخلف للفيلا ما شاء الله مساحته كبيرة جدا ويمكن استغلاله بقى في اي غرض طبعا يعني المفروض انه هيكون فيه اشجار في الداير كده كله هيتغطى بالكامل مش هيكون مجروح لأي حاجة يعني هنا ممكن نعمل حمام سباحة هيتغطى بالكامل وهنا هيكون الحديقة الجانبية للفيلا ويمكن يكون مدخل الجراش تصميم الفيلا الخارجي مميز جدا 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 وزي ما حداركو شايفين ارامونتال وكاتم للصوت وتحكم كهرباء حاجة جميلة جدا هنا كده الحديقة الجانبية الحديقة الجانبية دي ممكن يعني تكفي تلات عربيات لو هنركن فيها دي تكفي تلات عربيات ودي كده الحديقة الامامية للفيلا زي ما حاكو شايفين في كل مكان بنصور فيه في حد شغال في كل مكان بنصور فيه في حد شغال يعني الفيلا فيها كذا حد شغال عشان نوصل للتشتيب النهائي لها في معادة التسليم اللي احنا متفقين علي اللي هو ان شاء الله يكون كمان شهرين ده كده مدخل دور الارضي زي ما حاكو شايفين اول ما نخش هنلاقي مطبخ وحمام للضيوف وغرفة الناني والريسبشن الكبير ما تنسوش تعمل